قال رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالجوف الشيخ علي بن صالح شطيف قال إن إصلاح الجوف قدم 13 عضوا في قيادة المكتب التنفيذي وعددا من أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي الإصلاح في مديريات المحافظة والمئات من أعضائه إلى جانب كل شهداء اليمن من أدل الوطن وأن تبقى اليمن عربية أصيلة وأن تظل الجمهورية قائمة على الحرية والعدل والمساواة ودعا شطيف الإصلاحيين وكافة اليمنيين إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وأوضح شطيف في حوار مع الصحوانتق بأن أبناء الجوف وكل اليمنيين الأحرار يمكن أن يتحملوا الجوع والتهميش والقصور وقلة مشاريع التنمية إلا أنهم لا يمكن أن يقبلوا أن تهان كرامتهم أو يمس شرفهم أو وطنهم أو ثورتهم وحي شطيف دور الإصلاح في رفع الوعي المجتمعي وحلحلة القضايا الاجتماعية وكسر عزلة المحافظة والدفع بأبنائها إلى التعليم والالتحاق بالجامعات والبحث عن المنح الدراسية وقال شطيف إن الإصلاح قام بجهد كبير في توعية أبناء القبائل بأضرار الثارات وواجه هذه الظاهرة بكل وضوح وأثمر الجهد عن تحول كبير في وعي الناس